عقد مجلس النواب جلسة جديدة لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من عدد من الأعضاء بشأن إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من القوانين ومشروعات القوانين جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وشهدت الجلسة الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من عدد من الأعضاء بشأن إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته أن الدستور المصري أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره وبالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصري نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة 214 في حزب بل إن الدستور المصري أيضا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع من جانبهم أكد عدد من الأعضاء أهمية مشروع القانون مشددين على أنه يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وشايف أن استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة شيء مهم في ظل الجمهورية الجديدة وده يساعد بدوره المجلس القيام بدوره بالسياسات المتعلقة بحماية الطفل من تخطيط وتنصيق ودعم ورصد لكافة الأنشطة المتعلقة بالطفل شايف كمان يبقى له حقوق وضمانات في التربياتهم في بيئة آمنة تساعد على تنمية قدراتهم في كافة المجالات شايف أن القانون بيساعد بدوره كمان هيوفر لي أن ياخد دعم ومنح من الدول المنظمة والجهات المعنية بذلك وده يعود على الجهات المهتمة بحقوق الطفل والأمومة في كافة أنحاء الجمهورية وخلال جلسته العامة أيضاً وافق المجلس نهائياً على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الاتفاق الموقع بين الحكومة وبنكية دوتشا وآي بي سي لصالح وزارة المالية كما وفق المجلس على منحة بمبلغ ستمائة وسبعين ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر من الناحية المبدئية هو بيسد العجس في الموازنة العامة للدولة بيساعد على التنمية ورفع كفاء سواء كان في التعليم أو في الصحة أيضاً القرن دام من موازياته أنه مد فترة سبع سنوات فيه فترة سماح سنتين وديه من ساعة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية اللي بنحتاج فيها للدولار من حيث المبدأ المفع على القرن إن شاء الله وفي نهاية الجلسة وفق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كيرو البحرية بالبحر المتوسط كما وفق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو اس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع